تكنو بلانيتا سوكب التقنية تقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام إليكم هذه الحيلة في الويندوز تعرفون أن الحواسيب خصوصا الـ I3 والـ E3 والـ E5 ومن فوق المهم تتوفر على مجموعة معالجات مثلا يمكن أن يكون هناك معالجان أو ثلاثة أو أربعة فيعمل معالج واحد فقط كيف نجعل العمل في معالجين يعني حتى يكون الحاسوب خفيفا أو نجعل المعالجات كلها تعمل أول شيء نضغط ومن ثلاثة أو، أنا، أرغط هنا عندي تبويبات التي أتنقل بينها في التبويب الأولى التي هي عام وعندنا التبويب التانية هذه دماغة بالفرنسية لا أعرف ماذا تقابلها في الإنجليسية لكن كأنها يبدأ هنا هذه فيها اثنان لاحظوا معي هذه التبويب الثانية التبويب الثالثة ماذا فيها التالي الرابعة دماغة الأولى دماغة والثانية دماغة الأولى التي أريد بعدها جنرال التي بعدها عام إذن أضغط هذه دماغة لا أعرف ماذا تسمى بالإنجليسية بالنسبة للأهل الشرق ثم أضغط shift tab صحيفة دماغة صحيفة محدد حتى أكون على هذه الصحيفة أو التبويبة أو آنجلي يقول لي محدد ثم أمشي بالتاب مرة واحدة دماغة صفحة الخصائص دماغة 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 نوبر دماغة نوبر دماغة نوبر دماغة نوبر دماغة يعني عند الموصيرين تظهر لهم واحد رقم واحد باهتة غير واضحة ماذا أعمل أنا أضغط عليها لأحددها مسافة وقبل أن أحددها أضغط shift tab لأتأكد آنجلي زل يعني هي قبلها إلغاء آنجلي 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 أضغط tab لأرجع إليها نوبر دماغة ثم أحددها بمسافة مسافة محدد الآن صارت محددة خليني أرجع لأحددها مسافة غير محدد لو ضغطت بالتاب بعدها مربع تحديد غير محدد هذه memori maximum يعني على قيمة الرام التي تستخدم هي أيضا غير محددة يعني لم يعطيني شيء إذن أرجع بالتاب لأحدد number of processor number of processor مسافة مسافة ثم أمشي بالتاب مرة واحدة صندوق الخيارات واحد مغلقة أعطاني واحد إذن كم عندي أنا من processor هنا ممكن أن أعرف أنزل بالسهم إثنان إثنان أنزل بالسهم ثلاثة أنزل بالسهم أربعة أنزل بالسهم يعني عندي في حسوبي أربع معالجات الآي 5 فيها أربع معالجات طيب أنا أحط على هذا الأربعة ثم tab مربع تحديد غير محددة هذه إذا أردت أن أستخدمها أو أترك المجال للحاسب هو الذي يحددها لو مثلا حددت على الميموري هذه مسافة محددة تحرير ثمانية ألاف ومئة واثنان وتسعون محددة سمعتم أنا عندي ثمانية جيجا رام ثمانية ألاف مئة وواحد وتسعون تحرير ألاف ومئة واثنان وتسعون يعني على أسس أنه ألف وارضة وعشرين في الجيجا هو أعطاني ثمانية جيجا في الرام ثم tab هذه لا أعمل فيها شيء هذه لا أعمل فيها شيء أوكي لا توجد apply applique apply أو تطبيق لا توجد أوكي مباشرة ردني إلى القائمة الأولى ثم أمشي بshift tab إلى أن أصل apply تطبيق applique يعني أنا أقولها باللغات الثلاثة العربي والإنجليزي والفرنسي أضغط عليها مسافة ثم أمشي بshift tab mash tab shift tab يعني مفتاح الانتقال مع مفتاح العالي اللي هو shift march بالفرنسية إلى أن أصل اوكي هو الآن طلب مني أن تعيد تسغيل الحاسب هل تريد أن تغرق دون أن تعيد تسغيل أم أنا سأقول له restore يعني بالإنجليزي إعادة تسغيل بالعربي وبهذا يكون درسي قد انتهى وهذه المعلومة أتمنى أن تكون نافعة لكم وشكرا جزيلا على حسن الإصغاء حاولت أن أوفق بين المغاربة والمشارقة ليستفيد الجميع شكرا لكم والسلام عليكم